الازمة بين حليفي الانقلاب تنتقل من التصعيد الاعلامي والسياسي الى التوتر الميداني مداخل العاصمة صنعاء وقبائل الطوق غدت ساحة سباق واستقطاب بين انصار الرئيس المخلوع صالح وجماعة الحوثي بعد التهديد الذي اطلقه قادة الحوثيون لاغلاق مداخل صنعاء لمنع انصار صالح من المشاركة في تظاهرة الخميس المقبل واقدام انصارهم على تمزيق صور صالح في ميدان السبعين وسط صنعاء شعار مواجهة التصعيد بالتصعيد الذي اطلقه الحوثيون بشر المخلوع بمواجهته ميدانيا بنشر قوات موالية له ومسلحين من قبائل سنحان وبلاد الروس في الضواحي والاجزاء الجنوبية من العاصمة وصولا الى ميدان السبعين فيما تم الاعاز لقبائل بني مطر بتأمين المدخل الغربي للعاصمة ومنع اي تجمع لانصار الحوثي في منطقة الصباحة في المقابل كثف قياديون حوثيون اتصالاتهم بشيوخ ووجهاء قبائل طوق صنعاء لتشجيعهم على المشاركة في التظاهرة التي ادعوا اليها عند مداخل العاصمة ووفق مصادر قبلية اصطدمت جهود الحوثيين بالرفض من قبل بعض شيوخ القبائل فيما كاد اجتماع ضم القيادي الميداني للحوثيين ابو علي الحاكم بشيوخ قبائل همدان وحاشد ان يتحول الى مواجهة مسلحة بعد رفضهم الخضوعة لضغوط الحوثيين ومنعهم من المشاركة في تظاهرة عزب صالح